موسيقى رجعنا معكم من بعد هذا الفاصل وفي أول لقاءاتنا اليوم رح نتكلم عن جانب قانوني جدا مهم ويد نسمع عن مصطلح الموافقة المستنيرة رح نتكلم شنو هي الموافقة المستنيرة طبعا رح نتكلم أيضا عن الجانب الطبي أو العمليات الجراحية أو العمليات بشكل عام شنو الأعمار اللي لازم يتم الموافقة عليها من جانب ولي الأمر ورح نوضح كل الأمور مع المحامي علي العريان صباحك الله بالخير وحياك الله يعني ويد نسمع عن هذا الجانب الجانب القانوني في هنقول الموافقة المستنيرة شنو هي الموافقة المستنيرة وتشمل شنو الموافقة المستنيرة بكل بساطة لما مريض يروح يريد تعالج عن طبيب أي أن كان هذا الطبيب طبيب بشري طبيب أسنان أو حتى عند اللي هم أصحاب المهنة الطبية المساندة مثلا علاج طبيعي كذا لابد أنه قبل ما يبدأ بعلاجه قبل لا يلمس المريض ياخذ منه موافقة يشرح لشنو الإجراء اللي راح يصير والله راح نسوي لك ألف باء جيم سواء كان فحوصات تشخيصية طبيعة العلاج الجراحة الأدوية شنو المضاعفات طبع المضاعفات غير النادرة يعني المضاعفات المهمة النادرة ما يحتاج يشرحها الدكتور شنو الخيارات البديلة يشرح لكل الأمور اللي تتعلق بالعلاج والمريض لابد أن يكون فاهم وواعي يتأكد الدكتور من أن المريض يقدر يستوعب الكلام هذا يشرحها بلغة بسيطة وسهلة وياخذ منه موافقة يوقع المريض على أنه موافق بشكل مسبق على هذا الإجراء الطبي بغض النظر شنو هذا الإجراء سواء جراحة أو غير جراحة ممتاز وإذا كان المريض ما عنده الأهلية القانونية أن يعطي الموافقة فمن يمثل قانونا يجب أن يعطي الموافقة وطبع القانون فصل فيها الجزئية تفصيل واسع وبالنسبة حق الموافقة المستنيرة ليش سموها مستنيرة هذا خوش سؤال لأن هل في موافقة غير مستنيرة طبعا في موافقة غير مستنيرة قانون تنظيم المهن الطبية اللي صدر سنة 2020 تحديدا نشر في الجريدة الرسمية في 25-10-2020 نظم لأول مرة صراحة في الكويت نظم مسألة الموافقة المستنيرة بشكل تفصيلي في الفصل الثالث مننا تحديدا في السابق قبل صدور هذا القانون ما كان عندنا هذا التنظيم الواسع والدقيق للموافقة المستنيرة طبعا قال في تعريف الموافقة المستنيرة أنها تكون عن علم وبصيرة من المريض وشرح حتى القانون يعني ما ترك العبارة عائمة قال المريض لابد أن الدكتور يشرح له عدة أمور التي قلناها أنه يشرح له بعبارة بسيطة وواضحة وسهلة بعيد عن المصطلحات الطبية المعقدة شنو هو العلاج اللي راح يأخذه شنو هي الإجراءات التشخيصية شنو هو الدواء إذا كان فيه دواء اللي راح يأخذه ما هي الأعراض الجانبية لهذا الدواء ما هي مضاعفات الجراحة مثلا كل هذه الأمور فالمريض يكون على بصيرة لكن أحيانا مثلا قد تكون في ممارسات أن الدكتور يقول له وقع على ورقة وهو ما يدري وقع على شنو ولا شرح له هذه موافقة غير مستنيرة هذا الجانب دعنا نسول فيه أكثر يعني إحنا دائما لما نروح المستشفى أو نودي عيال ننوقع على ورقة مثلا في حال صار مضاعفات في حال أنه مثلا صار نزيف زيادة هذا الموضوع يعني دارج إحنا متعودين أن نسوي هذا التوقيع هل هذا التوقيع اللي إحنا نوقع هو نفسه الموافقة المستنيرة ولا أنا أطلب من الدكتور أبي هذا الموافقة لأنه ممكن تفيدني الدكتور هو اللي لازم يقدر أنه أنا شرحت شرح كافي ووافي للمريض وهذا الكلام أساس لمصلحة الدكتور لابد أنه يكتب على ورقة والمريض يقرأ ويوقع عليه غير الشرح الشفوي على أساس لاحقا لو المريض مثلا رفع دعوة قضائية أو اشتكى على الدكتور الدكتور يقول أنا شرحت له شرح كافي ووافي طبعا منه اللي يحدد أن هذا الشرح كافي ووافي وهو الطبيب مو المريض لأن المريض ما يدري شنو الإجراء الطبي ولو اشتكى المريض منه اللي يراقب الطبيب في أداء عمله طبعا المحاكم بالإضافة إلى جهاز المسؤولية الطبية اللي أنشئ بموجب القانون السبعين لسنة 2020 وهو جهاز مستقل مسؤول عن مسائلة الأطباء وصاره المختص دون غيره في الدولة كلها وتم تفعيله يعني منذ عدة أشهر هو المسؤول عن مسائلة الأطباء فهذا الجهاز مثلا من دوره لو تم تقديم شكوى على طبيب أو رفع دعوة قضائية على طبيب بأن ينظر مثلا في مسألة الموافقة هل الطبيب حصل على موافقة أم لا من المريض قبل إجراء الجراحة أو الإجراء الطبي وهل الطبيب شرح للمريض شرح كافي ووافي وبالتالي قد تكون هناك موافقة لكنها غير مستنيرة المريض يعني ما كان الأمر واضح بالنسبة له في هذه الحالة ما يعتد بالموافقة قانونيا أكيد أستاذ علي إذا بنتكلم عن بعض الأشخاص يكونونهم محتاجين العملية بشكل ضروري من جانب طبي والأهل موافقين شنو ممكن المريض يسوي طبعا هنا لازم نفرق بين عدة حالات ذكرها القانون في حالة أن المريض ييب حالة طوارئ حالة ضرورة قصوى ما تتحمل أني أنا أدور أبوه وين وأمه وين مثلا حادث سيارة بعيد الشرع عن الجميع المريض يعيبين للطوارئ بالإسعاف من الشارع مثلا وفاقد الوعي ما أقدر أنا أخذ منه موافقة ولا أقدر أدور أهله في هذه الحالة ما يحتاج الطبيب إلى الحصول على موافقة مستنيرة أيضا في حالات يكون فيها المريض أو أهل يرفضون إعطاء الطبيب موافقة والطبيب يرى بأن هذا الأمر لإجراء الطبي إذا ما تم راح يلحق ضرر جسيم بسلامة المريض الجسدية ولكن الموضوع ما يصل إلى مرحلة الضرورة والحالة الطارئة ففي هذه الحالة يرفع الأمر إلى مدير المنشأة الطبية مدير المستشفى أو مدير المستوصف أو المركز الصحي والمدير يعرض الأمر على لجنة ويحدد إذا كانوا يصدروا موافقة أو لا أيضا في حالات تفصيلية ذكرها القانون بالنسبة إلى الناقصين الأهلية الصغار في السن الأطفال الفاقدين القوى العقلية في الفصل الثالث من القانون سبعين لسنة 2020 ذكرها بالتفصيل يعني على سبيل المثال اللي بلغ من العمر 18 سنة أو كان متزوج يقدر هو بنفسه يوافق على علاجه ممتاز إذا ما كان هو مثلا قادر أن يعطي موافقة مستنيرة مثلا نفترض أنه كان فاقد للوعي في هذه الحالة أبوه أو أمة واحد منهم أو أحد أقارب البالغين سن كمال الرشد إلى الدرجة الثانية أو ممثل القانوني أربع فئات ذكرهم القانوني يقدرون يعطون موافقة إذا كان عمره أقل من 18 سنة أيضا هو ما يقدر يعطي موافقة من نفسه واحد من الأربع فئات هذه أبو أو أمة أو ممثل القانوني أو أحد أقاربه إلى الدرجة الثانية ممن بلغ كمال الأهلي يعني 21 سنة عندنا حالات خاصة ذكرها القانون مثل الإجراءات التجميلية والجراحة وهذه تهم وائد ناس هذه لازم يكون الشخص بلغ 21 سنة ممتاز أبي أوقف عند هذه النقطة يعني قبل أن نتكلم عن النقطة ثانية يمكن قبل أنه ذكرت لأنه موضوع الموافقة المستنيرة حق لسن الرشد وهو 21 سنة وقبل شوي ذكرت موضوع في حال إذا أمره 18 سنة ومتزوج يعني هو في حال أنه تزوج أو البنت تزوجت قبل السن 21 سنة عادي تأخذ موافقتها من زوجها ولا خلاص تكون حراء لا من نفسها من نفسها من نفسها المتزوج بغض النظر عن عمره وهو يعطي موافقة من نفسه سواء ذكره أو أنثى حتى لو قبل 21 حتى لو قبل 18 حلو بالنسبة في استثناء القانون الذكرة اللي عمرهم 15 سنة يقدرون يعطون موافقة مستنيرة من نفسهم في الرعاية الصحية الأولية يعني لو راح مركز رعاية الصحية أولية اللي احنا نسميها المستوصفات يقدروا يوافق بشرط أن الإجراء حسب قرارات وزارة الصحة الخدمة تقع ضمن تعريف الرعاية الصحية الأولية وما تستدعي المبيت في المنشأة الصحية لأكثر من يوم أو ليوم فأكثر بالنسبة للعمليات الجراحية أرجع مرة ثانية هذه نقطة مهمة والإجراءات التجميلية حتى لو ما كانت عملية يعني في بعض الإجراءات التجميلية تكون عند الطبيب الجلدية بس وهي جراح تجميلي صح مو جراحة هذه كلها تتطلب أن يكون الشخص أتم 21 سنة من العمر عشان يعطي موافقة أو تعطي موافقة من نفسها إذا ما أتم 21 سنة هنا في مشكلة القانون تشدد في الموافقة قال أحتاج موافقة الأبو والأم مع بعض الأم والأبو الأم والأبو مع بعض ولا الطبيب يقع تحت طائلة المسؤولية إن زين إذا أحد الأم والأبو واحد منهم متوفي موافقة واحد منهم كافي أو الممثل القانوني طبعا الذي يكون وكيل وفق إجراءات حددها القانون أكيد ما شاء الله هذا القانون في تفاصيل كثيرة سواء كان العمر وموضوع الزواج وقبل الزواج وأيضا في سن 21 رح نسولف بهذه الأمور أكثر ومتى نقول الشخص يقدر يأخذ الموافقة المستنيرة في حال بجان الطبي في حال عملية في حال الزواج وقبل الزواج لكن من بعد هذا الفاصل خلكم معانا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر رجعنا معاكم بعد الفاصل مع الجانب القانوني وموضوعنا اليوم موضوع الموافقة المستنيرة مع المحامي علي العريان حياك الله معانا مرة ثانية من شوي سولفنا عن الأعمار وسولفنا عن أنواع الأمراض خنقول مثلا عن الجانب النفسي في ناس فيهم أمراض نفسية شون القانون خنقول يأخذ الأجراء معهم قانون تنظيم المهن الطبية دي هو رقم 70 على 2020 هذا أكبر قانون طبي عندنا لحد الحين يمكن بتاريخ الكويت ما طلع قانون يعني 87 مادة من ثمان فصول قانون ضخم لكن لما ياء إلى موضوع الموافقة المستنيرة بخصوص المرضى النفسيين قال أنا أحيل في هذا الموضوع إلى قانون ثاني هميديد طلع سنة 2019 اللي هو قانون الصحة النفسية ممتاز هذا أيضا قانون غير مسبوق عندنا بلكويت ينظم يعني المسائل الخاصة بالمرضى النفسيين والصحة النفسية بشكل عام لما نرجع إلى هذا القانون اللي هو نافذ من ثلاثة ثلاثة 2019 حسب ما تذكر نشر في الجريدة الرسمية تكلم أيضا عن الموافقة المستنيرة بس بخصوص المرضى النفسيين والأهم من هذا تكلم عن الإدخال القسري أو الإجباري للشخص إلى مركز الصحة النفسية يعني أحيانا أي شخص يرفض الدخول إلى مستشفى الطب النفسي أو مركز الصحة النفسية ولكن حالته سواء لحماية المجتمع أو لمصلحت أهو أو للأمرين معا تستدعي أن نغصب غصب يدخل إلى مركز الصحة النفسية نسمي الإدخال الإلزامي وما يحتاج إلى موافقة المريض لكن إذا طبقت الشروط والضوابط الموجودة في قانون الصحة النفسية في هذه الحالة لا نحتاج إلى موافقة مستنيرة من المريض النفسي أيضا حالة ثانية لما تكون حالة ضرورة وطوارئ وما نقدر نحصل فيها موافقة مستنيرة وفي حالات نفسية تكون حالات طوارئ مثلا يبي يأذي نفسه بشكل بليغ أو أذى نفسه والطبيب النفسي يبي يسيطر على الحالة أيضا ما يحتاج موافقة مستنيرة في حالات أخرى لما المريض يكون داش مركز الصحة النفسية بملء إرادته ليس إدخال الزامي ولا هي حالة طوارئ هنا يفرق بين حالتين أنه عنده قوى عقلية كافية لأنه ليس كل مريض نفسي فاقد للقوى العقلية صحيح يفرق بين الأثنين أغلب المرضى النفسيين يدركون وما هم يعني حسب المصطلح القانوني نقول الفاقد للقوى العقلية هو المجنون أغلب المرضى النفسيين ليسوا مجان إنهم مرضى وهذا أمر يعني من المعيب أننا لازم نشرحها إلى اليوم للأسف لازالت الصورة النمطية الاجتماعية للمريض النفسي خاطئة جدا صحيح ولكن كثير مننا قد يعاني من حالات نفسية قد ترقى إلى مستوى المرض النفسي وهذا ما يعيب أي شخص عموما إذا كان يدرك طبيعة العلاج والإجراء الطبي في هذه الحالة نأخذ مننا الموافقة أو نفسه في حالة إذا كان ما يدرك فاقد للقوى العقلية نروح إلى الوصي عليه أو من يمثله قانونا ونأخذ الموافقة مننا في بعض الأحيان مثلا رفض المريض أو رفض الوصي عليه أو من يمثله قانونا أنه يعطينا الموافقة أو ما قدرنا نجد الوصي عليه أو من يمثله قانونا أو تعذر الحصول يعني ما قدرنا نحصل الموافقة وشاف الطبيب أن الحالة تستدعي يعني أن نأخذ موافقة على علاجه وأنه في خطر جسيم محدق بالمريض إذا ما أخذنا الإجراء الطبي لكن المسألة ما ترقى إلى حالة الضرورة القصوى والطارئة أني أنا ما أخذ الموافقة وأقوم بالإجراء فيها الحالة يقوم الطبيب ويحول المريض إلى لجنة مفترضة أنها موجودة في كل مراكز الصحة النفسية اسمها لجنة التقييم والمتابعة وهذه اللجنة هي التي تحدد أنها تأخذ الإجراء الطبي أو ما تأخذ الإجراء الطبي إن شاء الله الموضوع وايد عميق وأنا يعني ودي أن ننسلط الضوء حق أكثر من جانب يعني تكلمنا عن جانب المرأة الأطفال المرأة المتزوجة أيضا الزوج في حال موضوع الموافقة لكن ودي أروح حق موضوع أيضا زراعة الأعضاء هل أيضا تحتاج موافقة مستنيرة في عمر معين ولا هذا الجانب لا يشمل هذا القانون نعم عندنا قانون خاص صدر سنة 87 لنظم مسألة زراعة الأعضاء والتبرع بالأعضاء وأيضا قانون تنظيم المهن الطبية حدد عمر التبرع بالأعضاء وزراعة الأعضاء وأحال أيضا إلى قانون سنة 87 وقال أن أنا بإجاز كقانون تنظيم مهن طبية أو قانون مزاولة مهنة الطب أتكلم عن العمر الذي تقدر أنت يا مريض توافق فيه على زراعة الأعضاء أو تبرع بالأعضاء بس روح شوف التفصيل في قانون زراعة الأعضاء هذا القانون الذي صدر سنة 87 قال لازم الشخص يكون كامل الأهلية عساسي يتبرع بأعضاء يعني كامل الأهلية يعني بلغ من العمر 21 سنة سواء لزراعة الأعضاء أو للتبرع بالأعضاء يمكن بعض الأخوان القانونيين اللي تابعوا الحلقة يقولون لا بس قانون تنظيم المهن الطبية قال 18 سنة بالنسبة للتبرع بالأعضاء لكن في نفس الوقت أحال إلى قانون زراعة الأعضاء وقانون زراعة الأعضاء قال 21 سنة فنحن نأخذ بالقانون الأخص طبعا هذا القانون حط حالات غريبة يعني منها شيء يعني دارج ومنها شيء نادر ما يصير الشيء الدارج بيع الأعضاء هل يجوز أن أنا أروحك شخص وأوقع على موافقة على بيع أعضاء واشتري منها مثلا كليا أو كذا هذا الأمر جريمة يعتبر حتى لو وافق عليه ممتاز فالموافقة هنا لا مستنيرة ولا غير مستنيرة في كل الحالات تعتبر باطلة وجريمة ممتاز حتى الطبيب إذا دار أن هذا العضو أنا شاري ما يجوز لأجراء العملية ولا الطبيب نفسه يعتبر ارتكب جريمة أكيد هذا في حال الموافقة المستنيرة زراعة الأعضاء أيضا يمكن ذكرنا قبل شوي أستاذ علي موضوع الأطفال في حال مثلا أهما خنقول من دور الرعاية أو خنقول من هذا الجانب يعني أيضا لهم موافقة مستنيرة طبعا قانون تنظيم المهن الطبية تطرق إلى اللي يكونون في دور الرعاية في وزارة الشؤون وقال الممثل القانوني لوزارة الشؤون وهو اللي يعطي الموافقة المستنيرة على الإجراء الطبي له موافقة مستنيرة أي بالنسبة إلى المحضونين في الحضانة العائلية عندنا قانون خاص في الحضانة العائلية اللي هم الأطفال اللي يكونون في دور الرعاية مجهولين الأبوين أو مجهول الأب من أم كويتية ويكون في وزارة الشؤون لكن تقوم أسرة وتأخذها وتربي عندها هذا يخضع لقانون اسمه قانون الحضانة العائلية وفيها الحالة الحاضن وهو اللي يعطي الموافقة المستنيرة يعني الكل يحتاج هذه الموافقة أكيد الزوج وزوجة قبل الله نختم يعني دائما أيضا الزوجة بعد الزواج تحتاج مثلا لبعض العمليات تقولك مثلا بسوي مفاجأة بسوي نيولوك أيضا هل تحتاج موافقة؟ أبدا موافقة الزوج يعني؟ لا أبدا ما تحتاجها أكيد نحن شكري وجودك معنا اليوم صراحة دائما تعطينا معلومات يعني إديدة بالنسبة لنا كجانب قانوني ولنا حلقات ثانية يعني اتفقنا على الموضوع إن شاء الله نطرق له في الحلقات ليايا حاب تقول كلمة أخيرة نقطة ما ذكرناها لك والله أنا حاب أشكره شوشي على هذا اللقاء والكلمة الأخيرة يعني أوجهها لديكاترة الأطباء أطباء سواء كانوا أطباء سنان أو أطباء بشري وكذلك أصحاب المهنة الطبية المساندة بمختلف التخصصات لابد أنكم تحرصون أنتم على أن المريض يوقع على موافقة مكتوبة مستنيرة وتحتفظون بنسخة منها واتبتون هذا الشيء في الملف الطبي حماية لكم لأن موضوع الموافقة المستنيرة وهو حق للمريض وواجب على الطبيب وواجب على أصحاب المهنة الطبية وبالتالي لا يجوز أنك تلمس المريض لمس حتى لو إجراءك الطبي صحيح حتى لو ما أخطأت طالما ما أخذت الموافقة المستنيرة أنت غلطان وزارة الصحة أيضا لابد أنها تصدر نموذج حسب القانون للموافقة المستنيرة أنا أدعو إلى الوزارة إلى الاستعجال يعني الوزير مشكورا أصدر قرار تنظيمي فيما يتعلق بالموافقة المستنيرة لكن أدعو الوزارة إلى أنها تقوم بدور توعوي أكبر اتجاه الأطباء وأصحاب المهنة الطبية لتطبيق هذا القانون والقرار التنظيمي أكيد بالأخير هذا يعني فائدة للدكتور وحماية للدكتور أكثر نشكر وجودك معنا اليوم المحامي على العريان على هذه المعلومات الجميلة والجانب القانوني دائما الواحد لما يأخذ معلومات من جانب قانوني يكون عنده واعي أكبر في بعض الأمور اللي إحنا يمكن ما عندنا معلومات عنها رح ناخذ أفاصل نتواصل معاكم في برنامج كويت اليوم خلكم معانا وتذكرون اليوم الخميس عندنا مواضيع وايد رح تفيدكم وتهمكم